لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها ومع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ألقت إحدى الداعيات محاضرة في مسجد شهير وكانت المحاضرة عن فضل الصدقة فإنها تفرج الهموم والكروبات وتزيل الأزمات ووضحت مدى تأثيرها الطيبة على المتصدق والمتصدق عليه وقد استطاعت هذه الداعية بإيمانها وإخلاصها في كل كلمة تقولها أن تؤثر على قلوب الحاضرات قبل عقولهن وبعد انتهاء المحاضرة قامت الحاضرات بالتبرع بما هو موجود معهن من نقود أو حلي وغير ذلك ثم جاءت إحدى الحاضرات وأعطت الداعية عقدا من الذهب كانت تلبسه ولأن العقد كان ثمينا جدا ومليئا بالألماس رفضت هذه الداعية أن تأخذه لكن السيدة صاحبة العقد أصرت عليها أن تأخذه وقالت الداعية هذا العقد غال علي بالفعل ولكن لن أبخل به في سبيل الله ومع إصرار السيدة أخذت الداعية العقد الثمين منها ثم ذهبت به مع مجموعة المجوهرات التي أخذتها من المتبرعات لأحد محلات الذهب لبيعه والتصدق بثمنه فقال لها الصائغ يجب أن نزيل الفصوص وهي الأحجار التي يزينون بها المجوهرات ثم بعدها يزين الذهب ويقدر ثمنه وعندما انتهى من نزع فصوص عقد السيدة وجد شيئا غريبا لقد وجد شعرا وأظافر تحت الفصوص ثم قدم هذه الأشياء للداعية لتراها بنفسها فلما رأت الأظافر والشعر فهمت أن سحرا مؤذيا خلف ذلك واشتاقت لمعرفة قصة هذه السيدة وفي الأسبوع التالي في موعد المحاضرة حضرت صاحبة العقد وبعد انتهاء المحاضرة أتت هي للداعية وقالت لها وهي في سعادة كبيرة لقد شعرت بارتياح كبير بعد الصدقة التي تصدقت بها اتسمت الداعية ثم قدمت الشعر والأظافر للسيدة وأخبرتها كيف وجدتها فقالت السيدة هل تصدقين أنني منذ خمسة عشر عاما أعيش مع زوجي وأولادي كالأغراب لا علاقة بيني وبينهم وعندما تصدقت بالعقد فجأة عادت الأمور كما كانت واجتمعنا لأول مرة على سفرة واحدة وعادت العلاقة الزوجية بيني وبين زوجي وكأن شيئا لم يكن وأن هذا العقد كان هدية من أعز صديقاتي وهي في نفس الوقت ابنة عم زوجي أصيبت الداعية بدهشة كبيرة فلم تصدق أبدا أن الحقد والحسد والغل يجعلون الأقارب يقومون بهذا السحر العين ثم قالت للسيدة حسبي الله ونعم الوكيل لقد عرفت الآن لماذا يقولون احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم